اشتركوا في القناة 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 من قال لك أن تقرأ في هذه الكتب؟ لو ترجع للعلماء، ذكرنا هذا، رجعنا للعلماء، ماذا يقرأ الضالب المبتدئ؟ التفسير وهو يحمى، يقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، لماذا؟ قد تفسير مختصر، ولا يستطيع أحد العقالاء العلماء أن يقول أن هذا ليس على طريقة السلم، وهذا لا يمكن له أحياناً، القراءة في تفسير بن سعدي، لا يمكن له أحياناً في هذه العشرة آيات خمس دقاء، وهذا سنجد. واخترى العلماء هذا التفسير، وهذا تفسير مختصر، سهل، واضع، يفهم كل أحد من الله يحمي، واعتنى فيه بالعمل بالقرآن، وهذا الذي يريد، نعمل بالقرآن، فدالما يكون معك هذا التفسير، هذا هو كتب المهمة، ذكرناه بن ناصر، ذكرنا كتب التوحيد، واليوم ذكرنا كتب التفسير، وذكرنا فيه الحديث بلوغة المرأة. فأكون على هذا، يسير على هذا، وبإذن الله، يعني سيارة ثلاثة القراءة من هذا الكتب. في بعض الدكاترة عندنا، عندنا الدكتور في التفسير، يقول، قال لي، عندما كنت يعني في أول الطلب، كنت أقرأ في تفسير بن سعيد، ثم أنتقل إلى تفسير كلمة، وتفسير كلمة، وتفسير كلمة، وتفسير كلمة، وتفسير كلمة، يقول الآن، بعد أن فتح الله عليه، أصبحت ستال دكتور في التفسير، عندما أقرأ في المطولات، أرجع إلى تفسير بن سعيد، أجد أن الشيخ رحمه الله جمع كل ما في هذه المطولات بكلام مختصى، صحيح الله. فأخذت، أفكر، أقول له، أنني في أول الطلب، عكفت على تفسير بن سعيد، لكان خيبني، إخواني، لابد نرجع إلى العلماء، في قراءة الكتب، وفي كلمة، إن هذا الحال السبب مع القرآن، وصل، لا إفراء ولا تفرير، لأن هناك من يحفظ القرآن دون تذكر، ولا عمل، وهؤلاء هم الذين حذروا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخواني، إذا قلت لكم السهم من أظنين، والله علم، مطالب، يعني، يدعن على فرقة السهم، وتسأل عن تفسير الفاتحة، لا أدري عنها، وهو كريرها في كل ركعة، ما يمكن، إن شاركة هو الأفتر، ما معنى شاركة؟ يقول لا أدري، كذا هجل القرآن، نحن لا يعرف شيء، ويقول أقل ما يقرأ في التفسير، تقرأ تفسير الفاتحة، ومن الضحن للناس، قصر السورة، یقانا، تقرأ في سائل، ومن الضحن للناس، هذا لا يمكن أن تفتح شيء،، ويتستطيع أن تبث هذا بين المناس، يعني، تسأل هذا الآخر يوم، يقول مثلاً، ما أنا قرأت اليوم في الصلاة، في الصلاة الضوء، يقول قرأتها في الفاتحة، ومبعد الفاتحة، يقول ماذا قرأت؟ قالت إن أعطيناك الكوض، قصرة الكوض، يقول ما معنى، يقول لا أدري، يقول اسميا، يُعطيك فائدة اليوم، تقرأ هيّك تفسير، أو ابحث عن معنى شأنك وتخبرني عنه إن شاء الله تعالى في صلاة العصر. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني ما يتعلق بالتوحيد وما يضاد التوحيد. هل أخذنا شيء منه أول الله الحمد في الأصول الثلاثة وفي القواعد أول؟ أخذنا في الأصول الثلاثة تعريفاً التوحيد وإخسام التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وكان الإسلام والإيمان والإحسان يبقى معنا يعني ما أرى في الشيخ هنا رحمه الله شروط لا إله إلا الله. كان لكم بالأمس المفتاح الجنة لا إله إلا الله لكن المفتاح لا يفتح إلا بالأسلام. هناك من يقول لا إله إلا الله ولا تنفعه نعم لماذا لم يأته شروط لا إله إلا الله؟ من يذكر لي شروط لا إله إلا الله؟ ما أهل إنه إلا الله؟ أخونا اتفوقنا أن تحفظوا. ثم هذا الأمر يعني لا بد أن نكون معرف شروط لا إله إلا الله. تقالق الكابر بيّن لي شروط لا إله إلا الله حتى أعتي بينا، تقول لا أدري، تقول اذهب أنت أولاً حتى تدخل في الإسلام إذا لا تعلم شرط لا إله إلا الله مشكلة نعم أخير الشرط الأول من شرط لا إله إلا الله العلم اليقين من نتل السيد ما معنى العلم؟ ما معنى العلم في شرط لا إله إلا الله؟ ما معنى العلم؟ العلم في التلجهن؟ أو العلم يدراقوا شيء عنه مهو يدراقي نجازه. ما معنى ما معنى unlفي شرط لا إله إلا الله العلم؟ ما معنى؟ OokIG؟ يخبارنا على الان الذي Traditional料KA طيب ما معنى العلم في شرط لا إله إلا الله؟ ما معنى العلم في شرط لا إله إلا الله؟ العلم هو الذي نأت الجهن إن Avantها أي العلم معنى لا إله إلا الله وأنه محمد عبد الرسول فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام إذن الذي يقول لا إله إلا الله وليعلم معناها تنفعهم؟ إذن لا تنفع إذن لابد يعلم معناها لا معبودة بحق إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسوله أنه عبد الله يعبد رسول الله يكذب عليه الصلاة والسلام علم معنى ضد هذا الجهل قال هو العلم وضد العلم الجهل بمعنى لا إله إلا الله نعم اليقين المنافر الشكل اليقين المنافر الشكل يعني لا يمكن أن يشك واحد منهم في أن الله سبحانه وتعالى هو المفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والسبب ولا يشك واحد منهم أن محمد عبده ورسوله عبد الله عبد رسول الله كذلك ما يشك أبدا لو شك أبدا نعم الإخلاص المنافي الإخلاص المنافي للشكل لأن لو يقول لا إله إلا الله ويشكل لا تنفع على الله مثال يقول لا إله إلا الله ويذبح لغاية الله محبة نتعالى لا تنفع تنفع الله لا تنفع طيب عندي سؤال هذا الأخ نبوح أن نجرؤ لأهل الإخلاص المنافي للشكل ما حكم الرياء من يعرف اللي يعرف رفع سنعه ما حكم الرياء يعني شرك أسر شرك أسر فتح الله عنك طيب لو رأى في الصدقة تصدق هذا الأخ مثلا تصدق الباليها حتى رأى هذا رأى في الصدقة ما حكم هذه الصدقة أسر 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 حكمها حكمها صحيحة شركة كبيرة شركة أسر معصية كبيرة شك أكبر أسر 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 أجلت شك أسر طيب رأى في قول لا إله إلا الله سأر رأى في قول لا إله إلا الله ما الذي يعني رأى في لا إله إلا الله نعم شركة أسر سبحان الله نبي صاح سلم سمى الرياش الكسر من يقول شركة أسر أنت نعم نفاق اسمحنا أين نفاق أسر أكبر أكبر نعم شركة أسر الرياش الكسر فلو رأى في لا إله إلا الله مشك شركة أسر ليش شركة أسر صح بس في لا إله إلا الله وش الفرق بالشرك في لا إله إلا الله والرياء في الصدق ما الفرق ما الفرق وهذا الرياء وهذا الرياء لو رأى في لا إله إلا الله ورأى في الصدق هل هناك فرق لا رياء أسر نعم الشرك الله على في فرق أنه هو رأى في لا إله إلا الله هذا لم يدخل في الدين أسر هو يقول لك الآن ما هو الشرق إخلاص إخلاص لو رأى في لا إله إلا الله شركة أكبر لا تتحدث عن قولك أول نعم شركة أكبر شركة أكبر يا رجل يرأى في لا إله إلا الله إذا ما أراد بها وجه الله وقال هنا الإخلاص إذا لم يخدث في لا إله إلا الله إذا الحرم هناك فرق بين الرياء في لا إله إلا الله والرياء في الصدقة نعم أصل الدين ما هذا هو إذا الرياء في لا إله إلا الله أكبر هلources يدخل في الدين والرياء في الصدقة شركة أسر مفتوم هذا يقوله هو يقول بو أنا أقول في الشور نعم الصدق المنافذ الكذب نعم الصدق المنافذ الكذب يعني يكون صادق في قول الله لله في أقوال وأعمال وفي اعتقال يستق في هذا الشيء يستق مع من يستق مع الله ثم يستق مع عباد الله وهذا يأتي معنا بالصدق إن شاء الله في أقوال وأعمال وفي اعتقاله وضد الكلب فالآن مناغب يقول لا إله الله صادق لا الله كاذب كاذب القول الله لأن الله المحبة المنافذ محبة مش تغخل المحبة ذلك لا إله المحبة إن شاء الله تعالى باب كامل في كتاب التوحيد المحبة هنا يحذ الله ولا يحب أحد مع الله لو أحب أحد مع الله حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة مساوية لمحبة الله وقع في الشرك الأكبر شرك المحبة تالله إن كنا لفي ضلال مبي إذ نسويكم برب العالمي قال ابن القير رحمه الله في المحبة يحب أحد معه ويحب كل من أمر الله بمحبة الأنبياء أقرص العلم الصلاة والسلاة والسلاة والصالحين نعم الأعمال يقول ابن القير رحمه الله مبناء المحبة نعم ضد المحبة البغ ويأتينا إن شاء الله تعالى في نواقض الإسلام أنه من أبغض الشيء شيء قليل أو كثير مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولو عمل به كفر يعني أبغض شيء من الشريعة يبغض الصلاة يصل لكن يبغض الصلاة نعم القبول منافل الرات القبول منافل الرات ما معنى القبول لابد أن يخبر كل ما جاءك بالشريعة وينكن يرد شيء نعم أن قيادة منافل التاب أن قيادة لابد من عمل قد يقول لا إله إلا الله ولا يعمل ما يصلي ترحي الصلاة بالكلية نعم وأن يكبر بما يعبد من دون الله ذكرنا بالأمس أن لا إله إلا الله لابد لها من رغني نفي وإثبات كفر وإيمان تخليه قبل التحليل إنني ضرب مما تعبدون إلا الذي فضر فمن يكفر الطاقود وإمين بالله فإن شك في تكفير من كفر الله أو توقف أو ترد فهذا ليس بوحد إذا لابد أن يكفر بما يعبد من دون الله لا إله نافيا جمع ما يعبد من دون الله لا معبودة بحق إلا الله بثبت عبادة لها أحلى لها شركة فإن شك في كفر الله والنصارى الذين برغتهم الدعاء في زمن المصر السنة وفي زمن منه أو توقف أو ترد ليس بوحد نعم الأن أداد كم هذا؟ ثمانية الشبوط سبعة أو ثمانية السبعة أو ثمانية السبعة أو ثمانية نضيف إلهام آخر كلام سبعة ثمانية سبعة إذن ذكر الثمانية لما؟ سبعة عدم الجديد العلم العلم المغافي اليقين العلم المغافي أخلاص صدق محبة محبة مبيعات قبول المضح كفر بمعبة السمانية هذه الثمانية كيف تقول ثمعة؟ متى الثمانية؟ الحجاب سبحانه المعلم الحجاب ذا نصارى لا يعلم الحجاب تعلم أو لا تعلم؟ النصارى يعلم الخجاب؟ يعقد لاQPE ولا ما يعلم هو ا believer نصارى يعلم الحجاب؟ ولا الله لا يعلم الحجاب 1 زائد 1 زائد 1 يساوى كم ناسال يقول 1 زائد 1 زائد 1 يساوى 1 صح أو لا من تعرف هذا يعرف الأخر نعم ما يقول هذا في الرق والإبل والروح يقوله شيء واحد واحد زائد 1 زائد 1 يساوى واحد هذا الجيد resilience حساب. كم شروط لا الهل لله؟ كم؟ ثمانية. قبل ما حد. ايه؟ الحمد لله. من يعيد لي الشروط؟ بسم الله. العلم؟ العلم لمعنى لا الهل لله. واليقين؟ واليقين ضد اليقين الشق. وضد العلم الجهل. إذن تعلم الناس. تقول لابد ان تتعلم معنى لا إلا الله حتى تنفع. ويقين ولا تشبك. نعم. وإخلاص لا شرك لا رياح. ولو ترائف لا إله إلا الله ليس كالريا في الصدقة. صحيح. والصدق لابد ان تسدق مع الله فيما معنا دي الله. تصدق في أطوالك وعمالك واعتقادك. محبة تحب الله ولا تحب أحد مع الله. وتحب كل من أمر الله بمحبة. من قياد لابد ان تعمل. ولو تركت العمل كابل. والقبول المنافل الرد. والقبول المنافل الرد. تقبل كل ما جاء بالشريعة. والكفر بما يعبد من دون الله لنركن الشهاد. نعم. طيب. الله الله تعالى. ثم ذكر الشرك. حتى نحن رمض. فالشرك. إما شرك أكبر أو شرك أصر. وسأتي معنا بإذن الله تعالى الكتاب التوحيد الفرق بين الشرك الأكبر والأصر. الشرك الأكبر. السلام العابين. إذا ما تعاليه فهم يخل دخولهم أبدي منهم. والشرك الأصر. إذا ما تعاليه يعذل. بقى الشركة ما يدخل الجنة. لكن الأصغر يؤدي للأكبر. فلا بد أن نحذر من الشرك. سواء كان أكبر أو أصر. الشرك الخفي. هل هو قسم ثالث؟ بعلم ما يرى أنه قسم ثالث. وبعلم يرى أن الخفي أحيانا يكون أصغر كرير. خفي لكنه أكبر. مفوق نعم. نريد أمثلة على الشرك الأكبر. من يعلم؟ أمثلة مثال. مثال واحد على الشرك الأكبر. الذي لا يعرف الشرك قد يكون لا يقع فيه ولا أجل. نعم. الزبح لغير الله. الزبح لغير الله. الزبح لغير الله. خطأ. خطأ. أنا أقول لك خطأ. الزبح لغير الله خطأ. الشرك الأكبر خطأ. الزبح حتى يبيع الذبيحة. هذا الشرك أكبر؟ يا أخي يسبب معي. الزبح لغير الله. الزبح لغير الله أنت تقول. خطأ. على هذا. الزبح هذا الأخ لأنه جزاء يبيع لكم. معكم هذا الزبح. الزبح مبار. طيب كيف تقول شيء كثير يا أخي اتقل الله. الزبح للجن أو الزبح. الزبح للجن. هذا النثال. الآن بدأت تمثل في القب من قبل قلت الزبح لغير الله. لابد من قيد. ما هو القيد. إن شاء الله تعلم. الله يفتح عليك. نعم هذا الكلام. إذن عيد العمارة الآن. الزبح لغير الله. الزبح لغير الله محبة وتعظيم. عيد. الزبح لغير الله. محبة وتعظيم. عندنا زبح جائز. نعم. فتح الله عليك. مثل الزبح. الزبح للجن. الزبح للأولياء. مثل القبور. لأصحاب القبور. في وجه السلطان محبة وتعظيم. فتح الله عليك. نعم. يعرف معنى لا إله إلا الله ويجحد ولا يقوله. كفرا نطقيانا. طيب. مثل الكفار على زمن رسل السلام. نعم. زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخوانا. أمثل الشيء كتبه. نعم. أخوانا. تخذت إله دون أمواته. العبادة. كل من صرف شيء من العبادة غيره. لن شكش كتبه. نعم. كنت عمان. دعاء الأموات. الدعاء. أخذنا بالأمز. ما هي دعاء؟ أمواته الأصنام. دعاء ماذا؟ دعاء طلب. عبادة ولا مسألة دستك؟ عبادة. عبادة. المسألة للحال طيب والثاني جعل مسألة شركة أكبر فيما لا أقدر عليه لله أو فيما أقدر عن المخلوق إذا اختر شرط للشروط الأربع أجلس فتحها معنا طيب أمثل للشركة الأسرار أمثل للشركة الأسرار نعم الرياء الرياء سموه النبي صلى الله عليه وسلم شركة أسرار غير الحالب بغير الله الحالب بغير الله قوله ما شاء الله شيد فتحها معنا طيب لا بد أن أرى الشيخ هنا تقرأ ما أرى الله علم ما قرأتهم من لأ الدروس المهمة وزعت عليهم توزع عليهم ونسألهم بعد الضغط طيب من يذكر لي شروط الصدر الحمد لله هو البقية نعم نعم دعنا الإسلام نمشي العقل تمييز سطر العظام والصحبال الكبلي اللي هي رفع الحدث إذابت النجاسي دخول الوقت وعلم جديد رفع الحدث إذابت النجاسي إسلام 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 أجل سمات حلاحي ما نتكون ليشهد السلام الله تعلم يذكر شروط الصلاة رابحة الذي لا يعرف شروط الصلاة قد يدخل في الصلاة شروط الصلاة يقبل فيه حتى الجهل يقبل فيه الجهل جاهلا صلى جاهلا أن الوضوء شرط من شروط الصلاة فصلاة طاطلة لا أقبل فيه لا الجهل ولا إسلام ولا عمل تعالوا هنا نفس حلاحيكم نعم من يذكر لي شروط الصلاة يا الله شخص من الشرط الأول إسلام حجيب هذا والله عجيب إسلام شروط الصلاة الإسلام لعلمواهم يا رجل لا سبحان الله أسرًا ما يصل للمسلم الكافر تعمروا بما؟ تعمروا بالصلاة؟ أول ما يأمر بالكافر ماذا؟ التوحيد نعم شهداء دخل في الإسلام فلماذا تقول في شروط الصلاة الإسلام لماذا؟ ما الفائدة من هذا؟ الصلاة لا تقبل إلا من المسلم يا أخي صحيح لكن ما يخاطب الصلاة للمسلم كافر ما يخاطب بالصلاة كافر أول ما يخاطب به ليكون أول ما تدعوه من الإسلام شهاد أن لا إله للمسلم فإنهم أطاعوه انتقل للصلاة؟ فالعلمة كواهم يا رفي لا طيب لماذا لا يذكر الإسلام في شروط كل العبادة؟ أي عبادة من العبادات أول شروط الإسلام لماذا؟ يذكر علماءها من فائدة يا أخي؟ لبعض يعني لا تكون لغيب الله إلا من المسلم؟ يا أخي إذا أسلم يصل لماذا تقول إسلام؟ ألغ الشرط هذا موجود يعني طب لماذا أذكر العلماء في كل عبادة؟ هذا الشرط ما يمكن أن لا ترافي أي عبادة من العبادة لا بد أن أكون في كل عبادة في الصيام أول شرط الإسلام في الزكاة والشرط الإسلام في الحجة والشرط الإسلام سبحان الله لماذا أخواني؟ أمس أول كلمة تكلمنا بها علامة لأن هناك من يدخل في الإسلام ويأتي وصني ولكن يشرك بالله تنفع؟ لا إذن لا بد أن معرفة التوحيد ومعرفة الشرط من الشرط إذا دخل أكسد عبادات كلها هذا أخطى شيء صحيح؟ لأنه قد يشهد أن لا يلا إلا الله وأن محمد عنده أسوه ويوم يأتي قبل أن نكبل تكبير الحرام ما إذن؟ ينادي الولي يقول يا أبو لا صلاته ولا شكة في بطاره إذن أول ما يؤمر بالكافر نعم الدخل في التوحيد دخل في الإسلام فما تخاطر الكافر بالصلاة ولا بالسيام ولا بالختانة ولا بغير تخاطر بمعرفة نعم لو جاءتك مرة أسافرة وأرادت الدخول في الإسلام قالت ما أريد الحجاب بمعرفة التفتيني ما تقول ما أريد الحجاب بمعرفة التفتيني تقول له ومن خاطر من الحجاب أسر نحن نريد أن تدخلوا في الإسلام فإذا دخلت في الإسلام بعد هذا تأمرها بمعرفة؟ بالحجاب جاء نسراني رجل نسراني جاء إلى الضحاكم من المزاح الضحاكم من المزاح فقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخبر ما هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن الذي يمنع في دخول الإسلام أن الإسلام يحبه بشرب الخبر نعم، ما الفتوى؟ الفتوى تقول له لا تسرم وبدأ بشرب الخبر وصلح مجرم قال له الضحاكم محمد الله قال اسرم وأشرب الخبر من أشكره؟ قال أشهد أن لا إلى أهل الله وأشهد أن محمد العبد الرسول قال اسمع أنت الآن مسلم إن شربت الخمط جل لناك وإن رجعت عن الدين قتلناك مرتد مرتد هذا الفتوى أنا أصحبكم فتوى الله أعلم خذوا الله تتخذر صحيح؟ الآن يخاطب بعض الناس بعض الناس بعض الكفر؟ يقول لا بد من الختال لا بد تختتل من خاطب الختال لهذا؟ ما يخاطب الختال؟ يا أخي مسلم سافرة أو كافرة محجرة من ترجح؟ مسلم أو سافر ما في شكال فيه إشكالة كذلك ليس كالإشكال الأول ثم إلى أسلمة قل الشخم العظيم الرحمة الله شرح الله صدرها للإسلام إذن أهام شرط تجده في كل عند الأربع شروط هذه في كل العبادة احفظها أربع شروط في كل العبادة الإسلام بالأنحفي هذه الشروط في كل العبادة إلا قد تغير على الشروط في الحج والزكار لكن الإسلام لا يمكن أن ي Lazarstal في كل شرط من العبادة الأول ما هوla الإسلام فلصلا Council قلنا قد يشرك بالله وصل الإسلام الثاني العقل فَلَوْ صَلَّ الْمَجْنُونَ فَصْلَةُ بَاطْلِ مفهوم؟ مفهوم يا أخي؟ نعم طيب بسم المعنى فَلَوْ صَلَّ الْمَجْنُونَ فَصْلَةُ بَاطْلِ طيب لو صلَّ السكران من يعني؟ أخوانا سكران وصلَّة نعم يا أخي لماذا؟ مجنون؟ ليس مجنون سكران يا أخي هل السكران مجنون؟ لا المجنون أحسن منه لأن المجنون جنَّ بغير اختيار وهذا هذا الاختيار صح؟ صلاته باطل من بابه أولى نعم وهذا مجنون زياد فتح عماني الثاني والثالث التمييز ما هو التمييز؟ التمييز هو التفرق بين الأشياء فإذا كان يعرف يفرق بين الأشياء فهذا ممييز تقول أنه يجلس؟ يجب أسكت أسكت تعادت هذا ممييز يعرف أنه هذا ما وهذا نعم فهل تصح صلاة الصغير نعم أم لا؟ من يعرف؟ هل تصح صلاة الصغير؟ نعم أم لا؟ نعم أخي تصح تصح خطأ من يقول لا تصح؟ نعم أخي على الشرق نعم من جديد الإسلام وضد الكفر والعقل ضد الجنود والتميز ضده غير مميز التميز ليس البلوغ انتبه من قال البلوغ في حفقة الحمد لله الثالث النية عندنا هذه أربعة تذكرها في الأول حتى في كل عبادة إلا أن بعضها يتغير في الحج والزكرة انتبه النية هالي الله يقول اللهم إني نويت أن نصلي في هذا اليوم يوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر محرم عام 1435 هجري من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مصليا في دولة تركيا في مدينة ريزا في مسجد كلا مؤتما بالشيخ اسمه؟ الشيخ عبد الرحمن وبجانبه عن اليمين عبد الرحيم وبجانبه عن اليمين خالد خالد فأربي تقبل مني الساعة الساعة الموافق للساعة الخامسة وخمس وخمسين دقيقة بتوقيت تركيا مصليا ركعتين صلاة الفجر فالسلح لي وتقبل مني أربي علي النية القلب تلفظ بالنية النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة وما هذا العفد وهذا اللعب قد يكون الإمام إن جاء من الصلاة وهذا الباب في النية العبد الذي بيأمينه عنه أن يشارف والساعة وكذا ما الدليل أنه لا تلفظ بالنية في الصلاة دليل خاص وندليل خاص أنه لا تلفظ بالنية في الصلاة من يعني نحي نعني نعني هذا عام أنا أبقى خاص في الصلاة أنه لا لي في الصلاة في الصلاة حديث صليت فرسول الله صلى الله وقره وقام يبدون بالحمد لله رب العالمين يا أخوان لا أحد اعترف عليك فتح الله عليك أجل آل أنا أريد هذا غير هنا قولنا أن نعصر من الموسيقى صلاة الله افتح عليك قال النبي عليه الصلاة والسلام للموسيقى صلاة نعلم الصلاة قال إذا قمت فأسبغ الوضوء فكبر ما قالك فقل اللهم أنه نويت أنه أصلي بهذه اليوم فتح الله عليك نعني أخو إسلام وعاقل والتمييز والنية والنية محل القلب والتلفظ بها بدعة في كل عبادة في كل لا تستثني شيء امشي رفع حدث رفع حدث أي حدث حدث الأكبر وحدث أسر صلّر علي حدث أكبر صلّر علي حدث أسر فصلاة باطل نعم إذا أتمكن من إزالة الحدث نعم إزالة النجاسة إزالة النجاسة لابد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء عن البدن والبقع المكان وعن الثوم نعم ستر العورة ستر العورة أحسن من ستر العورة أخذ الزينة في الصال لأن هذا الذي جاء في القرآن مفلوم؟ طيب العورات ثلاثة عدة العورات كم؟ ثلاث عورات حال يذكر من سعدنا رحم الله والعورات يرفع لديك أي تربع قدل تقدم العورات ثلاثة عورة مغلظة ومخففة ومتوسطة كم؟ مغلظة مغلظة مخففة ومتوسطة عورة مغلظة ومخففة ومتوسطة العورة المغلظة ومخففة ومتوسطة العورة المغلظة عورة المرأة الحرة البالغ عورة المرأة الحرة البالغ عورة المرأة خرج بهذا الرجل الحرة خرج بهذا الأمر البالغ خرج بهذا غير البالغ الصغير هذه عورة مغلظة لابد من ستر جميع البدن إلى الوجه وعند الأجانب تغطي حتى الوجه مفهوم؟ هذه عورة المرأة الحرة البالغة نغلّر عليها عورة المخففة عورة الذكر قراري من هذا الأونثى الذكر ابن سبع سنين عشر سنين يستر الفرجاء وصلاته صحيحة ما عدى المغلّر والمخففة عورة متوسطة يستر من السر إلى الرقبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصار من يعيدني هذه النواع الثلاثة؟ ما شاء الله فقط بسم الله عورة مغلّرة مغلّرة تكون من المرأة مرأة حرة بالغة تستر جميع البدن إلا وجهها عند الأجانب تغطي حتى الوجه الموتوسطة تكون الرجاء لا لا خلّ متوسطة مخففة للذكر ابن سبع سنين عشر سنين أستر فرجاء ما عدى المغلّرة ومخففة متوسطة ما بين السر إلى الرقبة يستر ما بين السر إلى الرقبة مع استحباب ستر العاتقين أخذ كامل فتح الله عليك من يعيد لي هذا المعثلة؟ نعم مغلّرة مغلّرة مخففة ومتوسطة المغلّرة المرأة حرة بالغة مرأة حرة بالغة مخففة لذكر ابن سبع سنين عشر سنين يستر فرجاء متوسطة يستر عرض رجل البالب ما هو ما قلنا أنا قلت رجل البالب قلت من عدى المغلّرة ومخففة متوسطة عد من شئت من السر إلى الرقبة استحباب ستر العاتقين أسبر أنا أسأل الآن أسأل عرضت الأمة أمة مملوكة يعني نعم جاي مغلّرة ومخفة متوسطة مغلّرة من قال مغلّرة قلنا المغلّرة المرأة الحرة البالة المرأة خلق بهذا الحرة خلق بهذا الأمة إذن الأمة عرضتها مغلّرة ومخفة متوسطة 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 نعم عرض الجاي ابن سبع سنين متخففة 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 تقول الذكر ابن سبع سنين وعشر سنين متوسطة متوسطة إذن عندنا اضبطا مغلضا مخففا ما عادة مغلضا مخففا اعنى لا نتكلم على النظر الى المرأة ننتكلم عن حجاب المرأة المسلم ولا نتكلم عن النظر الى الأمة نحن نتكلم عن ما عن صحة الصلاة أمة صلت ساترت من السر للركبة صلاتها الله العظيم صحيحة حرّة سترت من السرّة ركبه وصلّت فسألها غير بادر أي نعم سمع سنين غير بادر أقول سمع سنين يا وجل غير بادر سمع سنين غير بادر صلاة صحيح يا أخوان نحن لا نتكلم عن النظر وعن الحجار ما نتكلم الآن نتكلم عن ما هذا سحرة الصلاة تتصلت يعني رجب يفتف معه فقالت له يا شيء أصلي أحيانا أكون بلباس البحر السلام عليكم وأدخل للخيمة وما يراني أحد أصلي في لباس البحر ماذا عليك قال أرى الله أعلم أن عليك لعنة الله والملايب والناس أجمعين وما نتكلم أحنا لا نتكلم الآن عن نظر المرأة لا نتكلم عن صحة الصلاة مفهوم بعد هذا استقبال قبلة استقبال قبلة فلابد من استقبال قبلة سوانك من يعرف استقبال قبلة شرط من شرط الصلاة صحيح؟ صحيح؟ في الفريضة أو في النافلة من يعرف نعم أما النافلة الآن يأتي وصلوا هنا ما في شكل لا النافلة لا بأس لا بأس لا بأس أنتوا تصلي لحين النافلة هذا التأيام؟ أنه لا أصليها ولكن حسنا في كلام ويأتي كنت فاضر ومسطين ويستحب لا إذن استقبال قبلة أنا فاضر هل فاضر؟ طيب ما؟ فاضر أجل أنا أعدم يا أخوانا استقبال القبلة شرط من شرط الصلاة في الفريضة أو في النافلة من يعرف؟ لاحظوا عن استقبال القبلة نعم الفريضة في النافلة لا بد من استقبال القبلة في الفريضة أو في النافلة أيضا الخطأ أجلس لا نعم في الفريضة يجب أن يستقبل القبلة طيب ما هو يجب شرط من شرط الصلاة نعم في النافلة إذا لم يتهسر له جلز يعني أن يصبه لبير لا أجلس إذا كان على ظهر بعير على راحيته ما عنده بعيدة الآن عنده سيارة سيارة تقوم مقام البعيدة أجلس استقبال القبلة شرط من شرط الصلاة في الفريضة أو في النافلة إلا أن النافلة في السفر يصح أن تصلى في السفر حيث توجهت بالدابة الراحلة الطائرة القطار السيارة يعني الأنفل حضرنا ما حكم استقبال القبلة لغير المسافر في النافلة شرط في الفريض شرط ما حكم استقبال القبلة للمسافر في الفريضة شرط ما حكم استقبال القبلة للمسافر للنافر نقول يصلي حيث توجهت بالدار تمشي السيارة بهذا الاتجاه لو صلى لهذا الاتجاه صلىته باطل لأنه أين الآن تتجه هكذا هذا الاتجاه يصلي إليها مفروض فقط النافر طيب بعد هذا دخول الوقت دخول الوقت فلو صلى قبل الوقت صلاة باطلة بعد الوقت تعمل إخراج الصلاة عن وقتها نعم باطلة نعم طيب بعد تسعة تسعة شروط الصلاة بالله فيه دليل من كتاب أو سنة أو قول صحانة بواحد أن شروط الصلاة تسعة لا بس هذا المجموعات من قال أن هذا المجموع ما عده من عده هذا العلم نعم نظر العلماء هذا قلنا سغل تقسير نظر العلماء في دلة كتاب السنة وجد أن شروط الصلاة تسعة ما يزال عليها الله افتح علي أجلس من يعيد ليش روط الصلاة نعم إسلام إسلام خرج بهذا عقل خرج بهذا إسلام عقل تمي الإسلام خرج به ضد المسلم كافر فلو صلى الكافر باطلا فلو صلى المشرك من ينذبح لغير الله محبة له تعليم صلاة باطلا أجلس البعض نعم آخر شرط الثاني إسلام العقل العقل خرج بهذا المجنون فلوصلى المجنون باطلا السكران باطلا السكران يا رجل أشهد من المجنون أشهد من المجنون باطلا وزياد المجنون أفضل والله صحي صحي نعم هذا تقدم الذي يقال أنه تقدم وتطوح وحضار يذهب عقل نعم هذا الثاني اجلس الشرط الثالث من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز ما معنى التمييز التفريق بين الأشياء فإذا كان يميز يفرق صلاته صحيحة لا يميز صلاته باطلا أجلس ما حكم صلاته الصغير ما حكم صلاته الصغير فصلاته صحيحة غير مميز فصلاته فالغالب ابن سبع سنين مميز نعم باعل ابن الشرك نعم النية 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 محلها القلب والتلفظ بها في كل عباب أجلس نعم دخول الوقت دخول الوقت صلنا قبل الوقت صلاة الظهر الآن هذا الأخي يريد صلي الظهر قللني متعب أخشى أني أنام وما أدرك الظهر يريد صلي الظهر الآن وتبرأ ذمتي ولله الحمد صلاة الله وما دخل الوقت صلاة الله طيب تعمد إخراج الصلاة عن وقت صلاة الله باطل سؤال وضع منبه وأوصها لوقض للصلاة هنا استيقظ الساعة السابعة سابعة طلعت الشمس صحيح طيب عندما استيقظ الساعة السابعة قال إنا لله وإنا إليه رجال ذابة الصلاة وكذلك الدرس ذابة أنام الآن إلى الساعة العاشرة أرتاح وأقوم صلي الفجر الساعة العاشرة وأنا نشيد ما رأي صلاة باطل صلاة باطل المنفاق بدي يصلي الصلاة لأنه ذكر لدي يصلي صلاة نعم هذا يكون دائما نصنح هذا خرج عن وقت خرج عن وقت ما فرق وقت يا أخي الله عن المنبه أو صهار صحيح هذا الكلام هو صحيح عندما نام إلى الساعة السابعة هذا كان بغير تفريد لكن عندما استيقظ الساعة السابعة الآن أصبح مخاطب بالصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي لذكر الآن بالنسبة لهذا وقت صلاة الفجر عند هذا هو الساعة السابعة لأنه هنا إذا تعمد ونام من السابعة للعاشرة نقول له لا تصلي الشيخ بن عزمير رحمه الله يقول له لا تصلي لو تعمد إن لم نقل يقول الشيخ بن عزمير رحمه الله تعالى هذا ستعمل الغلظة في موضعه إن لم نقل بكفره ما نقفر أحد هذا بس إنما مفهوم طيب مرة أخر صلاة الظهر والساعة كم صلاة الظهر نعم صور 11 عشرين دقنا هذا هو المنبه وهاو ساكاة المهم ونا استيقظ الساعة الثانية عشر قال إن لله أنا أعمل الآن إلى 12 عقص ماذا يعني صني إلى شضيقة صحيح ما الفرق نعم لأن هنا في الوقت وهناك خرج الوقت فتح الله بعد من الشرط خلنا شرط الصلاة شرط واحد أذكر لنا أخذ الزينة أخذ الزينة أو ستر العور وقلنا العورات مغلظة مخفف متوسط المغلظة عورة المر الحرة البالغة والمخففة مغلظة تستدي مع البدء للجم والمخففة المخففة الذكر الذكر ابن سبع سمع عشر السفر وما عدا مغلظة مخففة متوسطة أعدنا أمثلة متوسطة رجل السفر ما بين السفر ورقباء من؟ لرجل مثال الرجل البالغة 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 11 سنة ذكر ولكن غير البالغة مغلظة مخففة متوسطة مخففة 11 11 قلنا من سبع سنين عشر سنين 11 مو متوسطة نعم متوسطة أجلس طيب بعد هذا ما شروط الصور خل ما يصل كل واحد يعطينا شر نعم عم ماذا البدن البقعة والثور لابد من إزالة النجاسة على ثلاثة أشياء بدن بقعة ثور فلو صلوا على بدن النجاسة باطل على ثور باطل في مكان نجاسة باطل صل في الحمام الحمام المختسل وماذا كيف تروني أنا صل في الحمام باطل باطل نعم صل اكرمك الله في مزبلة اذا ما فيها نجاسة اقول مزبلة لا تقول لهم أنا نجاسة باطل باطل نعم أسئلة غريبة أخوان نعم صل وعلى ثوب نجاسة هذا إذا كان عالي بها وإذا كان لا يدري عنها فالصلاة صحية مفهوم طيب هذا الآخر هو صلي مرط وأسقط عليه فيه ماذا أصنعه يصيده ما أزعبه كأكمل الصلاة علم به العبد الله علم به وهو يصلي وهو يصلي رأى النجاسة على يديه وأكمل الصلاة صلاته باطل خطأ صحيحة خطأ نعم دور غير هذا الصلاة صحيحة إلى حد لا الصلاة ما تتجزى يا أخي اتقل لا خليك واقع نعم أنا فقيم نظره في الطائر هكذا وجد يوكل لحم أقمن الصلاة فصلاة لأنه باب المروث ما يوكل لحمه طار فهمت وإذا نظر وإذا هو الغرار ماذا في اللحمه النجس وأكمل الصلاة في الصلاة باطل نعم فهمت نجد بعد نعم بعد قلنا في الفريضة وفي النافلة في الفريضة والنافلة في الحضر وفي السفر في الحضر وفي السفر إلا أن النافلة في السفر يصح أن تصلى حيث توجهت بالدابة والراحلة والقطار والسيارة سؤال هذا النظر من أين من جرز سوريا ألمان من سوريا وهو ماشي الآن في الطريق ماشي في الطريق برجلين الله أكبر سبحانه وترمانه وإحمد الله عذب الله وإخذ يصلي وهو ماشي من سوريا إلى تركيا أخذ يصلي وهو يمشي برجلين ما حفظ صلاة صحيح خطر باطل خطر من يعني نعم أستلي زدان فريضة أو فريضة فريضة نعم أصلي الظهر مستقبل القبلي أمر نعم إذا كان مستقبل القبلي صحيح الصلاة الصحيحة باطلة غير مستقبل القبلي فريضة سؤال واضح باطل لابض من السفر القبلي فريضة نافلة في السفر نعم في السفر هو في السفر صحيح لأنه صلي حيث توجهت به الداب أو راحة البطار أو حيث توجه مفهوم هذا يقول صحيح الفريضة عند الخوف صحيح خائف من عاده وفر ودخل وقت الصلاة وخائف أن يخرج وقت الصلاة أخذي وصلي وهو يجري فصلاته صحيح صلاة خوف غالق في الباب وهو يسبع ودخل وقت فجر وخائف حروج الوقت ماذا يصنع صلي وهو يسبع نعم مفهوم ما هو هو يسبع يعني لا في الخوف ونعم طيب بعده من الشرور بقي لا 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 بقي أشطر أخيرا على حلد رفع حلد الأكبر أصغر الأكبر أصغر صلى على حلد أكبر باطنة أصغر ناسي ناسي باطنة نعم يا أخي ناسي ناسي باطنة عامل باطنة جاهل باطنة باطنة هذا شرط وجود لا كلام يعني لا تفسير دائما باطنة باطنة مستطاع رفع الحلد هذا الأخ قدر الله عليه مقيد بالسلاسف استقبل قبلة قل ما استطيع سترعورة قل ما استطيع رفع الحلد رفع حلد لا يستطيع إزالة النجاسة لا يستطيع مفهوم شوف كم شرطة الآن ترى استقبل قبلة طيب طيب لا ما اسمع شيء أركان الصلاة الشيخ مرد الوحن نعم شروط الصلاة شروط الصلاة هذه شروط الله لأن الله أجرز نعم بيورة لحلاظه استخدم خطر خليكوا عقب شروط الصلاة أبكار الصلاة أخواني ما تصلوا وكان الصلاة ماذا تسمع الصلاة وكان الصلاة أبكار نعم الخيان ما تقدر بعدها هذا بعض أجلس شوف العلم متى دخل مرتب بإذن الله يخرج مرتب لكن يدخل مشوش لا يخرج إلا أن يشاءه تسأل عن الطلاق ما كان الصلاة أقول أبكار الصلاة أبكار الصلاة أبكار الصلاة بسم الله قياق مع القدرة وتكفرة الحمام قلات الفاتحة أبكار حسن ممتاز تسأل عن الوالثين من الذكور قال الوالثين المعتق والأخ الشقيق وابن عام شقيق والزوج يا أخي يمكن أن أختفع ضغطا حتى أأتي بالوالثين خمسة عشر هذا ما يعدل إلا أن يشاءه أما الثاني تسأل عنوالثين يقول لأبن وابن الإبن والأب والجد وأخ شقيق وأخي أب وأخي أمه بن أخ شقيق وابن أخي أب وعم شقيق وعملي أب وابن عم شقيق وعمله والزوجة المعتق الحمد لله هذا حام احفظ كل حام يما يصدد سرد لأن العلم دخل أي مرتب بالإذن الله ما كان شيء تأخذ المرتب مفهوم طيب فلابد ترتب العلم حتى التغتير تمشي على هذا التغتير الآن مثلا الصبر أمسا خذنا الصبر رتب العلماء الصبر على هذا التقسير صبر على طاعة الله ما يصح أن تقول أقسام الصبر ثلاثة الأول الصبر على البحارة على المحرمان أو الصبر على أقدر الله خطأ أتيت ليش خطأ رتب وترتب كما رتب صبر على طاعة الله وعلى ما سيث الله وعلى أقدر الله على هذا التغتير لماذا تعرف إن شاء الله مفهوم فالعلم إذا دخل مرتب بإذن الله ما تشعر تأخذ المرتب أما يدخل بشوز لا إلا أني شاء الله أب كان الصبر القيام مع القدرة القيام مع القدرة تكبيرة لحظة إذا القيام مع القدرة أي في الفريضة هذا ركم مكان الصبر كيف نعرف أنه قادر أو القادر غير القادر أنه لا يقدر على القيام بالكلية على الجزء عن القيام مشهور أو يقدر لكن مع لها الخشوع يقول أن أستطيع القيام لكن ألب شديد حتى لا أخشع في صاري فهذا غير قادر نستطيع جالس مفهوم قال أقدر أنا أكبر تكبيرة الإحرام وبعد هذا يأتيني ألخ وأجلس نقول لابد أن تقوم مقدار تكبيرة الإحرام وكتقدر عجل القيام مع القدرة مفهوم خرجي بهذا العاجز إما يعجز بالكلية أو يعجز عن البعض إذا يعجز عن البعض يأتي بالبعض مفهوم أيز من يذكر لي لا تنصره نعم القيام مع القدرة قيام مع القدرة الفريضة وفي النافلة في الفريضة في الفريضة أما النافلة يا أخي هي نافلة هذا لم يوصل للنافلة عليه شيء طبعا ما صل النافلة عليه شيء صل لم يصلي النافلة قال إذن أنا أصلي النافلة دون أن أكبر تكبير تلك الحرار لو أترك الصالة بالكلية لا شيء عين هذا أوجب على نفسي لا أخي أوجب على نفسي الآن صل على النافلة ولم يقرأ فيها الفاتح لأنها نافلة فصالت يا أخي لو ترك النافلة بالكلية عن شيء لو لم يصلها ما عليه شيء ولكن لو دخل فيها وخرج بدون سبب هذا الأخ صل النافلة دون تكبيرة الإحرار ودون قرارة الفاتح لأنها نافلة لأنه لو ترك النافلة لا شيء عين ما رأي هو إذا ترك النافلة ولم يصلها عليه شيء قال أنا أترك إذن شيء من النافلة ولا شيء عين وصلها بدون تكبيرة الإحرار بدون قرارة الفاتح نعم أخلي بيرق من الأركان أكبير للأحرار صحيح ماذا عرف طب لو ترك الصلاة ولا تنصل للنافلة ما عليه شيء طب إذن هو يدرك الفاتح هذا ترك هو أن ترك من الأركان نقول إما تصل للصلاة كاملة كاملة أو لا تصل هذا في النافلة عما لا تصل للفريضة على كفر مفهوم؟ نعم هذا كل لعب هذا هذا استهزام أجلتك طيب تكبيرة الإحرار في الفريضة وفي النافلة الفريضة والنافلة الفريضة والنافلة أكمد؟ لا هذا يصلي خلف الإمام ولم يكبر للإحرار لأنه يصلي خلف الإمام ما أحكب صلاة فاتح فاطلا الأخي يصلي خلف الإمام إنما جعل الإمام لأتمى به كيف وين كان؟ يصلي خلف الإمام كبر قال الإمام يكبر عني يقرأ الفاتحة قال الإمام يقرأ عني يصح؟ لا الإمام لا يتحمل أركان مفهوم؟ الإمام لا يتحمل أركان لا يتحمل أركان إذا لم يقرأ الفاتحة يعني أصلا إذا لم يكبر لتكبر في أحرار لم يتقف الصلاة أصلا بعد قراءة الفاتحة أصبغ معي أجلس معني أذكار أركان ما عندنا لا ثلاثة أرد نعم أخي بسم الله قراءة الفاتحة قراءة كم آية من الفاتحة؟ لابد أن أقرأ الفاتحة كاملة مرتبة لابد من قراءة الفاتحة أقول كاملة ما يترك منها شيء مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها لا يترك منها شيء لو ترك منها شيء صلاة بغض في الفريضة أو في النافلة في الفريضة يا أخي هي نافلة لابد في الحراء أو في السبب في الأولى أو في كرة في كرة في السلية أو في الجهرية وارتع إذا لابد من قراءة الفاتحة كاملة مرتبة بالآيات وكلماتها وحروفها وحركاتها في الفريضة وفي النافلة وفي الحراء وفي السفر وفي كرة إلا أن إلا أنه إذا دخل إلى المسجد أو دخل في الصلاة وكان مسبوق وجد الإمام راكعا يركع والراكع تحسب له ذماله بقول النبي عليه الصلاة مفوض فتح الله عليه بعد هذا أركان أخوان أركان الصلاة سبحان هاتي الشيخ سمع الله وإمام الحمد سمع الله وإمام الحمد للإمام والمأموم أجلس أجلس ما قال إمام الأموم يا راكعا؟ قال هو المؤلم؟ ما قال؟ هذا سمع الله الحمد للإمام والمفرد في واجبات الصلاة يالله وقف مرة أخرى الآن تستخدمي الشيخ من الأول أركان الصلاة قيمة القدرة قيمة القدرة قلات الفاتحة تكبيت الحرام قلات الفاتحة قلات الفاتحة الركوع الركوع الرفع من الركوع الرفع من السجود على الله السبعة الله سلامه نعم الرفع من السجود الرفع من الجنس بين السجدتين سبحان الله ما الفرق بين الجنسة بين السجدتين والرفع من لماذا هناك في أول أمر قال الركوع ثم الرفع من وهنا قال السجود على السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين أ kurzweба ما كان يكفي أن يقول الرفع منه أو الجلسة بين السجدتين لماذا قال الرفع منه ثم ساعد هذا لعلك مخطئ في أول في القيام قال الركوع ثم الرفع منه ثم السجل العوى السبعة ثم الرفع منه والجلسة بين السجدتين لماذا هو الأواق الجلسة بين السجدتين لم يكتفف ببpenalanف عمين لماذا؟ واحدة أم أذل أنت واحدة نعم لأنه في رقع الواحدة سجدتين ما قال سجدتين في رقع الواحدة سجدتين أعرف أنا والواحدة بعد الرسل الأولى الجلوس نعم نعم حتى لا يرفع واطفاً الله يفتح عليك فتح الله عليك إنه قد يرفع من السجود للقيام أراد أنه تغتفع ثم تجلس الله يفتح عليك طيب ثم الجلس بين السجدتين التشهد نعم السجد 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 أعضاء السبع نعم نعم يا أخي ما تصلي ما تصلي ما تصلي أجلس نعم أخي الطمأنينة في جميع الأركاض بالترتيب الطمأنينة هو أن يطمأن وتحصل الطمأنينة بالقول الذكر الواجب في كل ركم من الأركاض يعني في الركوع قال سبحانه ربي العظيم في الغالب حصل الطمأنين في السجود قال سبحانه وتعالى فالغالب حصل وفراني خرج بهذا من لا يطمئن في صاد ينقر الصلاة نقر لفوق نعم الترتيب بين الأركاء ترتيب بين الأركاء مثلا أول شيء سجد ثم بعد هذا ركع طيب بعد التشهد الأخير التشهد الأخير خرج بهذا التشهد الأول التشهد الأول واجب سيأتي معنا الجلوس له لماذا أقول التشهد الأول لجلسنا لأنه قد يتشهد وقائعا وراكع وساد والجلس لا التشهد والصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم في فرق في فرق هل هناك فرق بين التشهد والصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية؟ نعم فرق الصلاة الإبراهيمية ركن هذا فيه من الحنابلة يعني يحبون النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة الإبراهيمية ركن على الوهابية قال عنهم شح؟ أي نعم بعدها ترقل الصلاة بترك الصلاة الإبراهيمية هذا دليل المحبة هذا نعم التشهد الأول الشيء متى فتح الله عليه من يعيث لي الأركان؟ بسم الله قيام مع القدر تكبير متى الحرار الفاتحة قرآة الفاتحة الركون قيام مع الركون أو الرفع الرفع من الركون نعم على ضر السبع الرفع من السجود نعم الدرسي بين السجدين السجود مرة أخرى قال السجد مرة أخرى عندما قال السجود عضا الشبعة يعني الأول والثاني بعدها لا الطمأنينة والترتيب الترتيب الترتيب صوتك بابل أجلس الله أستعاني قيام مع القدرة تكبيرة الإحرار قرآة الفاتحة قرآة الفاتحة الركوع الرفع من الركون الرفع منه السجد على الغابة السبعة الرفع الجلوس في السجدين طمأنينة في جميع الأركان ترتيب تشهد الأخير والجلس له الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة العالمية وتسلم هذا العلم كم؟ في دليل قل نعم استغفر الله قل نعم قل نعم في دليل كل رقم من أكام ذكروا العلماء رحمه الله تعالى له دليل بل أدلة نعم طيب واجبات الصلاة واجبات الصلاة أخواني بسم الله التكبيرات كم واجبات الصلاة؟ هذا العلم هذا هو العلم استغفر وتقسيم قال الشرط كم؟ تسع أركان واجبات هذا العلم بهذا يضبط العلم نعم ثماني بسم الله تكبيرات مع هذا الإحرام جميع التكبيرات على تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام هي من الأركان رقم فتح الله عليه إذن تكبيرة الركوع تكبيرة السجود الجلسة بين السجدتين هذا كل من الواجب نعم قول سمع الله لمن حمده قول سمع الله لمن حمده يا أخي هذا ذكرتها قول سمع الله لمن حمده للإمام والمفرد ربنا ولك الحمد للجميع قول ربنا ولك الحمد للجميع نعم قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع عندي السؤال هذا الأخ في السجوء في الركوع قال سبوح مقدس ربو الملكة ورح الله أكبر أكع سبوح مقدس ربو الملكة ورح سمع الله لمن حمده صلاة ما حكم صلاة هذا صحيحة سبب غليب المدرس غليب غليب مثله صحيح حوقه غيره نعم في الفردة غير صحيحة وفي النابلة صحيحة معا نعم إذا سمعه ونيس جوس في جود سمعه وإذا عمده فطر بالصلاة فتح الله عليك إذا متعمد فالصلاة باطلة إذا متعمد فالصلاة باطلة عارب خرج من هذا الجاهل قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة يقول واجب لماذا قال القول سبحان ربي العظيم لأنه لو قال غير هذا من الأذكار والوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته باطل لابد يقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم في الركوع ولابد أن يقول مرة واحدة في السجود سبحان ربي العظيم ثم يزيد بمواد سبوح مقدس رب الملكة وروح سبحانه الله ورب الله وحمدك الله مغفر له نعم إذا لم إذا اعتبر قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع متعمد عامد عالم في صلاة باطل لأن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب من واجبات الصلاة ويزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي يذكر العلماء من الزيادة الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان قدوسا في الملكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله مغفر لي يأتي بعد قول مرة واحدة أو أكثر لا أشكر مفهوم؟ أريد أن يصل إليه لابد وجوبا من قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة ويزيد بما ورد الثانية أو وبحمدك سبحان قدوسا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله مغفر مهم هذا أن يفهم طيب لا لا ما النقاش لا قبل لا لا أجل ما خطأ هذا الأذى صار إذا كان عالم عامل فالصلاة باطلة نعم إذا لابد في الركوع تنتظر أن تقول مرة واحدة وجوبا سبحانه ربي العظيم ثم تزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا أشكر في السجود مرة واحدة وجوبا قول هذا النص لأن النبي صغير ما الدليل دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوها في رنقوعكم اجعلوها في سجودكم اجعلوها دليل الوجوء وغير هذا هذا من السنن الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مفهوظ نعم اجعلوها في ذات ركنها بلتعالو بين وجوبا اذا قول سبحانه ربي العظيم وسبحانه ربي العظيم في السجود ورب يغفل لي بين السجدتين مرة واحدة إذا قال بين السجدتين رب يغفل لي حاصر الوجو يزيد بما ورد صح رب يغفل لي رب يغفل طيب قال رب يغفل لي ولي والدين يصحة ولا أسر يجب أن يقول رب يغفل لي ثم قال ولي والدين رب يغفل لي ولي والدين يعني في المطأ الأولى قال قال رب يغفل لي وثم قال رب يغفل لي ولي والدين يصحة ولا أسر لا يصح ما تبغى غفراء لوالدينك الله يهدي الصلاة العبادات وقفية نأتي بما الصلاة دعاء يا أخي مصطلع لغتنا الدعاء طيب ندعو في موطن الدعاء وهنا لا ندعو طيب فتح الله عليك هذا كلام سيئ نعم التشاهد الأول والجلوس التشاهد الأول خرني بعد تشاهد الأخير والجلوس لا لأنه قد يتشاهد وقام هاي الثمانية عدم جديد جميع التكبيراتنا على تكدير الأحرار طيب أقول سمع الله من الحمد الإمام المفرد نعم قول لربنا ولك الحمد للجميع سبحانه ربي العظيم في الركوع مرة واحد مرة واحدة قول سبحانه ربي عيو وبين السجدين مرة واحدة رب يغفر لي وأجد بما ورد تشاهد الأول والجلوس لا الله افتح عليك نعم استفي واجب شيء واجب الاستعادة من الأربع ليسي من الواجب الجلوس بعد مبطلات الصلاة الذي لا يعرف المبطلات قد تكون صلاة باطلة هو لا يعلم لا يعرف مبطلات الصلاة أهم من السلم والله أهم نعم من يعلم؟ مبطلات الصلاة أخوان نعم يا لله وإنه قم تأتي المبطل تكون صلاة باطلة نعم الكلام مع العلم الكلام مع العلم الكلام العمد العمد مع العلم والذكر أربع أربع شئة علم جديد الكلام متعمد متعمد عالد وذاكر فصواته باطلة باطلة خرج بها ما لو تكلم ناسي فصواته صحيحة هاي وصل ودخل هذا دخل وقال له مرحب ثم انتبه فصواته صحيح كلام العمد التعمل مع العلم والذكر لو تكلم وهو جاهل تحريم الكلام في الصلاة كما تكلم معه من حكم السلم رضي الله عنه صل مع النبي عليه الصلاة والسلام قلت صليت الخلفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده صغاجل في القبر فقلت له يرحمك الله فأخذ الصحابي ينظرون إلي يشكتون لكنني ما سكت فقلت واثق لأمي ما لكم تنظرون إلي فأخذ يضربون عن أخادي يشكتونني ولكنني سكت فعندما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال فوالله اليوم يدق جوال ويتكلم أحد يعني يا إخوان الراحمون يرحمهم الله الرحمن يرحمهم في الأرض يرحمكم من السهم بسهل يعني هل يعني ما مر عليك يوم من الأيام دخلت إلى المسجد وكان الجوال يدف كل واحد أحدث منه فإذا حدث شيء يعني ما قال فوالله ما زجرني ولا كهار ولا ضربني ولا شتمني أقل شيء كان ينظر إليها صحيح؟ نعم فما صمعنا وهذه المهم كل فقال إن هذه الصلاة لا يصنح فيها من كلام الناس شيء ولوالدين سمع الله للمحمد يا ربنا ولك الحمد والشكر لا يصنح فيها من كلام الناس إنما هو التكبير والتحميد والتهلين وقراءة القرآن تكلم هنا في الصلاة جاه تكلم لمصرحة الصلاة الإماء هدان الله قامل الثالث سبحان الله هذا يسبح له ركع فهذا يسبح له قال سمع الله للمحمد يسبح له رجع للقراءة الحمد لله رب العالمين ورحمة الله ماذا يصنع يكلمه بفض فهذا هو نبده الآن ينبه على ماذا لأنه نبهه بالتسميح ما أنتبه يكلمه نعم يكلمه أما الدليل حديث اليدين كلم النبي صلى الله عليه وسلم صح في الصلاة لأنه لم تنتهي الصلاة هذا الكلام في الصلاة وبلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام نعم طيب إذن الكلام العام خارج بهذا الجاهل والناسي ومن تكلم لمصرحة الصلاة صلاة الصحي نعم ضحك نعم نضحك والصلاة ضحك نعم لا أكل وشور أكل وشور الكشاف العورة الكشاف العورة التنكراف عن جهة القبلة طيب العابة المتوال حاجة الكثير من المتوالي عرفة لغاية حاجة انتقاض الطهارة انتقاض الطهارة هذي كم؟ نعم تمانية حسنا طيب قبل هذا هنا أن أح Breathin اننا أخذ الحركات في الصلاة الحركات في الصلاة الحركات في الصلاة خمسة كم؟ gust حركة مكروهة حركة محرمة وحركة مكروهة وحركة مباحة وحركة مستحبة وحركة واجبة كم؟ خمس حركات حركات في الصلاة محرّة مكروهة مباحة مستحبة واجب الحركة المحرّة الحركة الكثيرة المتوالية عرفاً لغير حاجة حركة وكثيرة ومتوالية في العرف يعني تنظر إليه كأنه غير مصلي لغير حاجة وهو يصلي أخرج الجوال وأخذ من يتسرعني وأخذ ينظر في الجوال ولعله يرد بلسانه فهذا تنظر إليه كأنه غير مصلي حركة كثيرة متوالية عرفاً لغير حاجة خرج بهذا الحركة القليلة الحركة القليلة لغير حاجة مكروهة حركة يسيرة لكن لغير حاجة هذه إيش؟ مكروهة حركة كثيرة متوالية عرفاً لغير حاجة محاولة مبطل الصار ضحي الأخير والشور يضع هنا يعني السندويش مثلا وهنا يبسي وأخذ يعكل يشور مبطل الصار لغير حاجة الحركة التي تكون لحاجة حركة مباروة هذا الأخ هو صلي سقط من جيبه شيء من النقود وخاف عليه من السلم أخذ النقود وضعه ليه يا صح؟ يا صح؟ ولا أشكر حركة يسيرة لحاجة نعم تسرم؟ لا دق الجوال فأدخل أذو في جيبي بأدنى حركة وأغلق الجوال يصح؟ يصح لا أشكر حركة مستحبة سد الفرد مثلا الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة والحركة الواجبة الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة الآن هو صلي قلنا سقط على بدن على قطرة نجاسة نظروا إذا هو غراء مفهوم؟ بولو وروف ملك الرحمة ماذا يسمح؟ هنا عنده حركة واجب وهي خلع القطرة هذه مفهوم؟ ويكمل الصلاة مفهوم؟ طيب إذن هذه الحركات خمس حركات تراجعوا لنا ما أخذنا إن شاء الله تعالى بعد الإفطار تكتبوا لنا الاختبار اختبار رسول الثلاثة ونقعد أربعة طيب مجرد ما ينتهي من الاختبار تسلم الأوراق بالمسؤول بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى نختبر فيما أخذنا في شروط لا إلا الله شروط الصلاة أركان الصلاة واجباتها الصلاة وضطلات الصلاة ثم سنونا الصلاة إن شاء الله تعالى نأخذها مع تطبيق سفي الصلاة النبي عليه الصلاة بعد صلاة اللهم أشاء الله سبحانه وتعالى وفقه جمع المحب والله أعلم وصل الله على النبي محمد وعسي 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 ترجمة نانسي قنقر وفقه جمع المحب ترجمة نانسي قنقر